هذا ولأن الذكر تنفى المؤمنين فأذكر بصور من صور السفاهة التي في عصرنا انفاق في غير محل تصرفات في غير محلها لقد نقم الله على أقوام من من كانوا قبلنا فقال لهم نبيهم أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون فأتون في مكان ينشئون مبنى هائلا فائدة فيه مبنى كبير هائلا فائدة فيه يأتون مثلا برصصات يطيرونها في الهواء بلا فائدة كالذي يحزز في الأفراح أحيانا اطلقون مثلا في الأفراح مئات طريقات نارية وكلها بألاف من الجنيهات ولا فائدة فيها على الإطلاق يأتون ببلونات يطيرونها يقطعونها لا فائدة فيها وأمثلتهم كثيرة للسفاهات في هذه الأزمان مثلا طلب يتخرجون من جامعة يأتون بقدور طيبة قدور نصين والقدور يكسرونها كل خريج الدفعة كل خريج الجامعة كل خريج الكلية أمام مرء على مرء أو مسمع من أساتذتهم يكسرون الأطباق وتأتي بنت خرقاء طائشة سفيها في ملبسها سفيها في فعلها سفيها في ملابسها تكسر أطباقا في غاة الجودة والفخامة وكل طلبة الكلي الخريجين كلهم يكسرون الأطباق ويأتون بقلل سيارات مليئة بالقلل ويكسرونها سفاهة وحمق واتباع لفلول الجاهلية الأولى سواء كانت الجاهلية الموروسة عن الفراعنة أو الجاهلية الموروسة عن الناس قبل زمان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من السفاهات أن أبا له ولد مدلل والأب دخله متوسط يذهب يشتري للولد المدلل الذي لا يحسن التصرف هاتفا بآلاف الجنيهات يستعمله في الباطل والمنكر وكل يوم يجدد له الهاتف امرأة تتحلى بالذهب ومن سفاهتها رأت خاتما جيدا فتبع الخاتم القديم وتشتري خاتما جديدا بما يخسرها آلاف الجنيهات تبدل طقم ذهب بطقم ذهب آخر يخسرها آلاف الجنيهات عندها ملبس ثياب جيد وطيب والحمد لله مصطورة ولكنها سفية في المصاريف والإنفاق فاشترى لها زوجها مثلا نعلا أحمر أو نعلا أسود تقول لها كل ملابس تتغير وتكون باللون الأسود حتى تتشابه ملابسي مع حقيبتي عشان تطي يقول لك متقم آخر سفي على حالته ضعيفة يرى ثوبا نرسوم عليها علامة صحة والعلامة غلط قلت لازم أجيب الثوب المركة طيب يا أخي أنت قدرك لا يتحمل لا يتحمل أن تشتري هذه كل راتب أبيك ألفين من الجنيهات وهذا الثوب الذي ستشتريه أو الحقيبة هي بألفين من الجنيهات لكن لازم أبوه السفي هو الآخر يشتري له هذا الثوب إرضاء لولده وتدليلا له صور عظيمة من السفاهة صور عظيمة كثيرة متعددة من السفاهة سفاهات في الإنفاق سفاهات في الكلمات التي يخرجها الممثلون البذاء الممثلون البذاء الذين لوثوا الفضائيات بقاذوراتهم لوثوا الفضائيات بقاذوراتهم لوثوها وأخرجوا على الناس كلمات قبيحة فسفاهة في الحديث سفاهة في الخطاب احذروها يا ناس يا قومي على أولادكم وعلى أنفسكم وعلى أبنائكم سفاهات في شتى الأبواب أعزنا الله إياكم من السفاهات والسفهات اللهم يا ربنا آتنا رجدنا اللهم آتنا رجدنا فأنت بنا من العالمين اللهم مسكنا بالعروة الوسقى والتوحيد حتى نلقاك اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين يا رب العالمين اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقن عذاب النار اللهم آت نفوسنا تقواها زكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء اللهم لا تؤخذنا بما فعل السفاء منا اللهم لا تؤخذنا بما فعل السفاء منا اللهم أب المسيئين منا للمحسنين وارفع يا ربنا بفضلك وكلمتك يا رب راية الحق والدين يا رب العالمين ألا وصلوا وسلموا على البشير النذير عليه أفضل صلاة وأتم تسليم والسلام عليكم ورحمة الله وأخم الصلاة